الواقع والتصحيح المفاهيم لأن دي قضية مثارة لأيام اللي فاتت هو أي نادم مصري بيشارك في أي محفل خارجي هو بيمثل مصر ولا بيمثل نفسه ده سؤال مهم جداً منقشته أكثر أهمية علشان وقد مثل هذه الفتن بين الجماهير لأنه الخطورة في الكلام اللي بيطلع في الإعلامة جماعة إنه ده بيصدر رسالة سلبية كتير للجماهير فخلينا نكون معنيين بتصحيح هذه المفاهيم كابتن أيمن عبد عزيز كان مع الزميل مهيبة عبدالهادي سألوا السؤال عفواً السامج هتشجع الأهل ولا لا؟ سؤال سامج متكرد ولا يسأل إلا لنجوم الزمالك في حالة لما الأهل بيلعب ما بيتسئلش عكس لا ينفع يتسئل كده ولا لا ينفع يتسئل كده بس خلينا نشوفه ونتخلي صاحب الشأن نفسه هو اللي يرد على نفسه مين بيمثل مصر نشوفه هل ممكن كابتن أيمن شجع الأهلي في كساب ما دي بس خلي بالك الأهلي ممثل الكرة المصر ولا الكرة الأفريقية ولا الكرة المصر النادي الأهلي بيمثل النادي الأهلي منتخب مصر هو الحاجة الوحيدة اللي بتمثل مصر النادي الأهلي لما بيكسب بيقول نادي الأهلي بيمثل مصر ما هو بيقولك إيه آه يا لساني كنت فين بس كنت فين ما هو يعني ليه ما تبقاش ذكور ليه ما تفتكرش يا كابتن أيمن إنك في 2019 كنت بتتكلم عن الزمالك وهو في بطولة أفريقيا عشان يتجل له مطش كان بيمثل مين مصر ولا السودان ولا نفسه نفكر الكابتن أيمن بالكابتن أيمن نفسه قبلها كان فيه موافقة إن مطش الإنتاج نفسه يتلعب قبل قبل هو مطشط يعني بين مطشين الزمالك في أفريقيا يعني فهو التغييرات اللي بتحصل دي كانت لا يعني كده حيقبع مش عايز أقول الوضع صعب وفيه شبه استخفاف بالناتزة مالك بيلعب بنهائي الكنفدرالية بيمثل مصر أعتقد في بطولة كبيرة جدا جدا قرية وصلنا لقبل النهائي وبعدين وصلنا لنهائي فإحنا في الآخر بنمثل مصر في بطولة قوية جدا جدا فإحنا الممثل الوحيد للدولة في بطولة أفريقية فكان طبيعي إن إحنا يتعمل لنا كده دي مش مجاملة يعني أو محدش بيجاملنا في دي إن هو بيأجلنا قبل نهائي أو مباراة قبل ما نلعب قبل نهائي أو بيأجلنا المباراة وإحنا بنلعب النهائي دي مش مجاملة سيد براييم هذا الكلام لا عشان بكلمك يعني مركة غلطة صلحت لما عرفت الحقيقة هو قال كلام لما كان لصالح الزمالك في بطولة لما لقالك سيبها قالك يا دي بطولة كلهم إيه قيمة البطول الكنفدرالية دي لا تؤدي إلى شيء ولا فيها ابناط ولا بتعمل حاجة ولا تعمل لك مكانة هو بقى بيقول لك بطولة مهمة جدا جدا فليكن ففاينك في أفريقيا طبعا مهمة طبعا وإزاي بريك بمثل مصر وبمثل يا سيدي حتى لو إنت شايف إن إنت أصل بيني وبينك أنا زعلامي السؤال مش من الإجابة هذا سؤال محرج إنت جاي بواحد في لحظة عملت أقوله النادي لقالي عالم كله معترف بيه وإنت جاي تقوله هتشجعه لا لا بتحرجه ليه وهو من جواه مش هيتمنى يعني خليها لكن المجاهرة بهذا الكلام وإنت راجل مدرب ومسؤول وكت في دولاب العمل للمنتخب وقد يأتي يوما إنك تبقى في دولاب العمل للمنتخب لو دي مشاعرك تجاي النادي الآله ولعبته يبقى الناس من الغرابة إن تأتي بهذه النمازج في المسئولية سواء كانت طبعا الآله أو الزمالك أو الاتحاد أو الإسماعيل أو أي حد لأن الفخر هنا مغازلة الجماهير الرد السؤال طبعا ملوش أي معنى وحيوصلك لإيه اللي بتسأله وعمال يتسئل في كل إيه المنصات الإعلامية تقريبا وفي اللحظة دي هو أنت ليه بتأجج المشاعر وتعمل مشكلة ملا شيء إيه قيمة السؤال ده طب إيه قيمة الإجابة ولا حاجة هو مشاعر شخصية لكن اللي بيضطر بقى يملع الطعم في ناس تانية أزكية تقول لك وانا يا زمالك وانا تمنى الخير لفريقتي ومؤكد لكن طبعا ما أنا تمنى الخير لأهلي كان يقدر يقول كده إنما هو مغازلة الجماهير لأنه ده اللي بيأكل مع الناس وإن الخطورة إن اللعيب اللي خرج عن نص ده لأنه مناخ عام مناخ عام دماغه مع الجمهور مش معه هو عايز يعمل حاجة وبتاعه ويمكن كان نفسه يعمل لعبة لما يطاح له الفرصة يا جماعة محدش عارف طوره إيه في قعدته هنا عايزين اللي بيسأل يبقى مدرك الموضوع عنا مش بنسلي بعض حلو إن البرنامج يسلينا بس حلو إن صقفنا حلو يسلينا بالصح ساعة أشوف مسلسلات أستاذ إبراهيم كلها قصما بالله مش عارف إيه والناس تضحك القصم بالله ليس مجال هذا التهريج لأن ده بيعلم أولادنا الإسخفات بالقصم أي الكلمة اللي بتتقال في الإعلام كلمة بمئة مليون محاضرة صحيح مؤسرة في البيوت أي فلما أععد أنا في حتة رأي دي المطلقي لازم يبقى ما يسألش أسئلة من هذا القبيل اللي مالوش معنى غير بس المتجرة بلحظة واللي بيتلقى الإجابة يكون حصيف إلى درجة على رأيك ممسككش من لسانك عشان ذاكرتك ضعيفة بس يعني الأهل بيلعب في كاس العالم للأندية لم يمثلش مصر بس الزمالك بيلعب في الكنفدرالية في مهمة وطنية وبيمثل مصر بيدي المشكلة بيدي المشكلة الزمالك في الكنفدرالية بيمثل مصر والأهل في الدور الأرطال هو وبرامتز بيمثلهم حاولا حاولك حاجة عارفين هتعرفوا إزاي هنطلع له فاصل قبل الفاصل هنقول إنه بيمثل مصالح الزمالك طبعا وبيمثل مصالح الآهل ولكن النتيجة تحسب للكرة المصرية الكرة المصرية بيتكلموا في أفريقيا لا ينصفها غير الأندية لما الآهل الزمالك كانوا بتنافسوا أقولوا تاني أفريقيا ده ترتبهم والنهارده النادي الآهل المتصدر يذكر اسم مصر في كل المحافل لما لعبة الفرق دي بترشح لأفضل لاعب يذكر اسم الكرة المصرية في كل المحافل فالكرة المصرية ما نقدرش نجرد مصر يعني بدليل إن لو حد منهم أساء التصرف برا بنقوله أساءت اللي سمعت مصر صحيح هنتلع لفاصل وبعد الفاصل نمازج تانية من هذا المشهد العبسي